بشأن انتخاب رئيس الجمهورية ينضم معنا عضو الحزب الديمقراطي الكردساني مهدي عبد الكريم أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية اجتماع أول للجنة تقص الحقائق عن الهجوم الذي استهدف أربيل لم يحضره السفير الإيراني رغم دعوته كيف تفسرون ذلك تفضل بداية تحياتي لك وليقناتكم شاهديك الكرام المحترمين أعتقد الجلسة اليوم والدعاء عليها سيد حاكم الزامي اللي باعتباره رئيس لجنة تقص الحقائق على أثر القصف الصاروخي لطال مدينة أربيل مع كل الأسبب برغم للدعاعات الباطلة التي تم إطلاقها على أقليم كردستان بوجود موساد إسرائيلي في هذه المناطق وهو كذب وافتراء وهذه اللجنة التي ذهبت إلى أربيل وتقصت الحقائق ورأت بأم عينها المناطق التي قصفت والمواقع التي قصفت آمنة لناس مدنيين ولناس آمنين في هذه المناطق وإضافة إلى ثلاث صواريخ على محيط القنصلية الأمريكية وإضافة إلى المناطق الآمنة الأخرى دعوت كانت المفترض أن يكون السفيري الإيراني ضمن الحضور ولكن مع كل الأسف لم يحضر باعتبار أنه أصلا لن يجعلوا لن يضعوا احتراما ومكانة وكرامة وسيادة للعراق أولا بقصفهم وعدم اكتراثهم بسيادة العراق وضرب كل هذه بعرض الحائط وأيضا كررواها بعدم حضور السفير الإيراني بهذه اللجنة وهذا كان طلب من زعيم مسؤولي البلازاني وسماحة السيد مقدد الصدر بتشكيل لجنة وأيضا تم طلب من هذه اللجنة بأن تكون لجنة دولية بمشاركة الأمم المتحدة ومجلس الآمن ومجامع العربية والدول من أجل أن يكونون يطلعون على جميع الحقائق اللي موجودة واللي تكشف كذب وزيف الادعاة اللي كانت تطلق على قليم كردستان بوجود موساد إسرائيلي في أربيل أستاذ مهدي حضور وزير داخلية قليم كردستان لبغداد والاجتماع في البرلمان يعني ما هي الرسالة؟ أولا آيذي الرسالة التضامنية باعتبار أنه القليم لا يتجزأ من العراق بشكل عام وإضافة إلى التعاون الكبير والتعاضد الكبير بين البرلمان العراقي وحكومة قليم كردستان باعتبار أنه دعوة إلى أي وزير وهذا أول وزير يحضر إلى برلمان قليم كردستان وحضوره وهذا ما يعضد أولا التعاون الكبير إضافة للأخوة الموجودة بين شعب واحد وجزء لا يتجزأ من العراق إضافة إلى أنه هناك أي جزء من العراق يتعرض إلى أذى يعتبر بقية المحافظات حال حال هذه المحافظة التي تتعرض لها إذن هذا تضامن كبير بين المركز والأقليم ونحن نشد على هذا التعاون من مرحبين بشكل كبير ونتمنى أن تتواصل هذه التواصلات والتعاون بين المركز والأقليم اللجنة التي أتت إلى أربيل اطلعت بهم عينها ثانيا لدى وثائق وصور تثبت هذه وإضافة إلى شخصيات أصحاب البيوت واحد تاجر من التجار الموجودة في البيت الكبير التي تعرض إلى أكثر من خمس صواريخ بيت صاحب تاجر كبير تعرض إلى هدم وقصف إضافة إلى الكثير من الأدلة التي أتى بها من موجود المكانات التي تعرض إلىها يعني تتحض كافة الادعاة وتكذب كافة الادعاة وهذا دليل واضح وصريح هنا أنا أتساءل على الجمهورية الإسلامية باعتبارها دولة عظمى وكبيرة ولا تخاف ولديها صراحة كبيرة أن كان لديها وثائق وصور وأفلام على هؤلاء المتواجدين عناصر الوساد لماذا لا تعرض على الإعلام لماذا لا تعرض على القنوات الفضائية إضافة إلى أن هناك لدينا يعني تقول أنها بلغت الأقليم كردستان لم تبلغ الأقليم كردستان ولا حكومة الأقليم كردستان قبل القصف إضافة إلى هناك لدينا عناصر أمنية موجودة من المخابرات والأمن الموطني هل يترى يعبر عليها وجود هذه الموساد ولن تخبر الحكومة المركزية بها إذن هذه كانت وحدة من الأمور التي كان يجب أن يطلع عليها الشعب العراقي وهذا دليل واضح أضافة إلى أنه طلب الزعيم مسعود البرزاني والسماحة السيد مقتدصر بتشكيل لجنة تشارك بها سفارة إيرانية هذا دليل بعد أكبر أنه لا وجود لهذه الادعاة يعني أستاذ مهدي بعيدا عن القصف وتداعياته أريد أسئلك عن جلسة اختيار رئيس الجمهورية يعني شوني استعداداتكم لهذه الجلسة حقيقة نحن خلال بعد عياد نوروز إن شاء الله أولا سوف تعلن على الكتلة أو التحالف إنقاذ وطن باعتبار التحالف الثلاثي ومن سوف ينظم إليه مثل ما ذكرت بتقريرك إن شاء الله سيكون هو الأمل الذي سوف ينقذ البلد باعتبار أولا تغيير في نمط العملية السياسية من التوافقية إلى الأغلبية التي ستكون مسؤولة أولا على فشل ونجاح الحكومة وتكون خلفها كتلة قوية تساندها من أجل أن تقدم خدمات لهذا البلد من بنى تحتية من حال اقتصادية من حال اجتماعية سياسية إضافة إلى الضبط القانون والقضاء على السلاح من الفلد كل هذه الأمور إن شاء الله تقع على عقد عاتق هذه الحكومة الجديدة التي ستكلف بها وخلفها كتلة كبيرة إذن ننتظر يوم 26 بشهر إن شاء الله ستكون جلسة يعني أستاذ مهدي بالمقابل انتخاب رأسة الجمهورية يعني بمقابل حديثك هذا هناك أطراف في الإطار تتحدث عن تفعيل الثلث المعطل يعني كيف ترون ذلك لكل كتلة لها ما تقول ولكن الفعل سيكون داخل قبة البرلمان مثل ما كانوا يعطلون كل شيء ظاهر الأخوة لديهم عمل وهو عطل 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 إلى أن نعيد الانتخابات وهذا الذي لن يحصل ولن يحصل لا مجلس النواب سيحل ولا المحكمة الاتحادية لديها صلاحية تحل مجلس النواب ولا انتخابات مبكرة ثانية تكون لأنه سيكون هناك رئيس جمهورية جديد خلال الجلسة الجاية يوم 26 بشهر بوجود الثلثين وأكثر من الثلثين إن شاء الله وتكليف كتلة أكبر لرئاسة الوزراء أستاذ مهدي إذا ما تحقق هذا الأمر يعني بقت الأمور تسير حسب هذا التعطيل اللي دا اللاحظة الآن يعني هل نتصور إنه أكو موضوع لحل البرلمان مثلا الحل البرلمان شون تحل بس قولي يعني أنا سيكون تجمع يعني إذا ما توصلنا نتيجة يعني من العاشر إحنا انتخابات خلصت ولحد الآن رئاسة جمهورية ماكو عدا رئاسة مجلس النواب ما زالت العملية يعني عرجاء أكيد أكيد طيب وين راح نوصل هي أكو هاي الكتل اللي ترغب بعادة الانتخاب باعتبارها خسرت كل شيء وأنا أقول لهذه الكتل ثق بالله بالانتخابات القادمة لن تحصلوا حتى على اللي حصلتوا عليها أبو الأربع مقاعد ما راح يحصلها باعتبار كان هناك رفض كامل لهذه الكتل السياسية عادة الانتخابات لن تكون في حال ولو أنا أقول لك يا مجلس النواب إذا يريد يحل نفسه لازم بأغلبية كاملة هذا ما راح يصير المحكمة الاتحادية ليس لديها صلاحية بحل مجلس النواب لأنه هي طالعة من رحم مجلس النواب هذا ثنيا ثلاثة أنا أأكد لك يا أخي العزيز هناك يوم 26 تفاهمات غير معلنة لدى التحالف الثلاثي حتى مع أخوه في الإطار التنسيقي مع بقية الكتل السياسية مع المستقلين وهناك أيضا لدى الأخوة المستقلين مرشحين داخل لرئاسة الجمهورية جيل الجديد لديهم مرشح حتى في الأخوة الاتحاد الوطني لديهم مرشح إذن يجب أن يحضروا ويجب أن يكملوا الثرتين فسوف تكمل الثرتين وإذا يكون هناك انتخاب بالجلسة ثانية لرئيس الجمهورية الذي سيكلف يعني بسؤال أخير ومتوافق معنا بسؤال أخير أستاذ مهدي يعني تمرير المرشح لرئاسة الجمهورية هل متعلق بتوحيد البيت الشيعي أيضا لو فقط اتفاق البيت الكردي لا 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 ما لا علاقة ما لا علاقة نهائيا باعتباره هذا الشأن الكردي أولا ثانيا حاولنا مع الأخوة في الاتحاد أن نتوافق وأن أعطيناهم كل ما يرغبون به ولكن تمسكهم بترشيح سيدة برهم صالح زاد الطين بلة وظلت عدم التوافق لهذه المرحلة وسندخل إلى قبة البرلمان بمرشحين وأعتقد للبرلمان وأعظام مجلس النواب الفصل والقول الفصل في هذا الأمر ونحن واثقون إن شاء الله من فوز مرشح التحالف الثلاثي سيد ريبير أحمد سيكون رئيس الجمهورية بإذن الله نعم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا مشاهدين الكرام نواصل قراءة نشرتنا الإخبارية حيث أكد